فيلم Blood and Ties من إخراج جاك دونج سيو الفيلم بيبدأ بدايون وهي صغيرة ومتعلقة بابوها وجونج جدا وهو كمان بيهتم بيها أكتر من أي أب في العالم وبعد سنين كتير بتكبر دايون وبتبقى قعدة مع صحابها في كافي وبيتكلموا في الشغل ودايون بيبقى نفسها تعدي من مقابلة وظيفة المراسلة في قناة إخبارية وفجأة بتسيبهم وبتمشي عشان شافت باباها جونج اللي بقى بيشتغل شيال وهو بيدخل شحنة للمكان اللي هي قعدة فيه وبتروح له علشان تحدبه وتقول له هو أنت ما شفتنيش ليه ما جتش سلمت عليها وجونج بيبقى مش عايز يحرق بنته قدام صحابها عشان شغلته البسيطة بس دايون بتبقى فخورة بابوها وبتعرفه على صحابها كيم جين اللي هيدخل كلية الشرطة وبورا صاحبتها من زمان بعدها بيجي معاد نتيجة اختبار وظيفة المراسلة ولكن للأسف دايون ما بتنجحش فيها وما بتبقاش عارفة السبب بس جونج بيعتذر لها عشان وظيفته هي السبب أنها تطرفت دايما لأنهم عاوزين طبقة اجتماعية معينة بس دايون ما بتبقاش مقتنعة بالسبب وبتهون على جونج وبتقوله أنه أكيد مش هو السبب وبتعزمه على الغداء وبيروحوا المطعم وبيعملوا تحدي مين يخلص أكله الأول وبيقضوا وقت العطيف سوا وبيجي يوم دايون بتقابل أصحابها فيه وبتروح معهم السينما وبيشوفوا فيلم أحداثه حقيقية عن خطف طفل من شخص مجهول سنة 1998 والغاية دلوقتي محدش عارف الخاطف وفي آخر الفيلم بيبقى فيه تسجيل صوتي حقيقي للخاطف ودايون بتركز في الصوت بتلاقيه شبه صوت باباها وكمان بيقول كلمة باباها المعتادة لن ينتهي أي شيء إلا بانتهاء كل شيء بعد الفيلم ما بيخلص دايون بتدخل الحمام وبتسمع الناس بيتكلموا أن الخاطف ده يبقى الشيطان نفسه وصوته مرعب جداً وبعدها دايون بتخرج لأصحابها وبتلاقيهم برضو بيتكلموا على قضية الفيلم وكم جين بيقول أنه ممكن يكون غير صوته بعملية عشان كده الشرطة مش قادرة تقبض عليه وبورة بتقول أن صوت الخاطف مقلو فيها وبتفضل تفكر وبتعتذر لدايون وبتقولها أن صوت الخاطف يشبه لصوت باباكي ودايون بتتدايق جداً وبتسبهم وبتمشي بعدها دايون بتروح وبيجي لها هوس وبتجيب التسجيل الصوتي بتاع الخاطف تاني وبتفضل تعيده علشان تتأكد منه وبتخرج تشرب ميا وبتسمع أبوها بيقول نفس كلام الخاطف ولكن بتكتشف أنه كابوس وبتقوم مخطوضة وبيجي تاني يوم ودايون بتعامل أبوها وحش وما بتبقاش على طبيعتها وبتفضل تحلم وتتخيل الصوت والفيلم وبتروح تقابل صاحبتها بورة اللي بتعتذر لها وبتقول لها ما تزعلش مني وبتقول لها على طريقة كانت بترائب بيها أبوها ودايون بتروح تعملها مع أبوها وبتفتش في كل حاجته وبعدها بتروح ترائبه في يوم أجسته وهو رايح يصطاد كالعادة لكن دايون مش بتلاقي أبوها في أجازة ولا بيصطاد وبتلاقيه بيشتغل عامل نظافة للعربيات في الشارع وطبعا دايون ما بتبقاش عارفة حاجة عن الوظيفة دي وبيجي الليل ودايون لسه بترائب أبوها وبتلاقي في بنت بتضربه عشان خايف عليها تسوق وهي سكرانة فما كانش راضي يديها المفتاح ودايون ما بتستحملش تسكت وبتدخل وبتضرب البنت اللي في الشارع وبيروحوا كلهم الاسم وفي النهاية الموضوع بيتحل وبيروحوا بس دايون وهي في الطريق بتحس بالزنب عشان شكت في أبوها وهو بيعمل لها كل حاجة يقدر عليها علشان تعيش كويس بعدها بوقت بتخرج دايون من البيت وبيبقى فيه واحد بيرائبها وبيلحقها لغاية المكتبة وبيجي جنبها وبيقول اسمها واسم أبوها ودايون بتتخض وبتسأله انت مين بيقول لها ان اسمه شيم وبيسيب لها ورقة فيها رقم تليفونه علشان تديها لأبوها ودايون بتكلم أبوها وبتحكي له اللي حصل وابو دايون بيقول لها انه ما يعرفش حد بالاسم ده بس طلب منها تبعط له الرقم علشان يفهم الحكاية وفعلا ابو دايون بيتصل بشيم وبيقول له ايه اللي رجعك وشيم بيقول له انه رجع كوريا علشان أخته بتحتضر بسبب السرطان وانه محتاج فلوس لعلاجها وابو دايون ما بيهموش اي حاجة من اللي قالها وقال له كان فيما بينه وعد انك ما ترجعش أبدا بس شيم بيهدد ابو دايون وبيقول له ان بنته لو سمعت حكاية امها الميتة هتزعل وبعد ثلاث أيام شيم بيبعت لابو دايون بيقول له انه عد ثلاث أيام وما فيش فلوس وصلت وجونج ما بيهتمش للرسالة وفي يوم جونج ودايون قاعدين في البيت بيلاقوا فجأة الباب بيخبط جامد وصوت شيم بيزعق جونج ما بيبقاش عاوز يفتح بس دايون بتروح وبتفتح لشيم الباب وشيم بيتخانق مع جونج وبيقول لدايون ان ابوها اسمه الحقيقي سيد التلاث نجوم وبيفضل يكسر في البيت وبيتوعد لجونج انه هيعيشه في جحيم جونج بيروح ضارب شيم جامد وبيقول له لو جيت هنا تاني هتموت وشيم بيقول لن ينتهي أي شيء الا بانتهاء كل شيء وبيسيبهم وبيمشي دايون بعدها ما تكلمتش مع جونج في حاجة بس رجعت تفتش من وراء تاني لغاية ما لقت البوم ليها وهي صغيرة في كل حاجة عن ولادتها وبيروح جونج لشيم وبيدي له مبلغ بس شي ما بيبقاش عاقبه وعاوز اكتر وبتروح دايون لزميلها كيم جين وبتطلب منه سجلات جنائية لابوها وشهادة وفاة امها بس طبعا ما بتقولش ان دول ابوها وامها لزميلها وبيروح كيم جين لشرطي وزميله وبيسأله عن الاسمين اللي قالت له عليهم دايون وبعدها كيم جين بيروح يقابل دايون وبيصدمها ان جونج اللي هو باباها عنده سجل اجرامي طويل من تزوير وقتله نصد وبتبقى دايون مصدومة جدا وبتسيب كيم وبتمشي بس كيم بيقول لها استني مش عاوز اتعرف الباقي وبيفاجئها ان ممتها عايشة ومعا عنوانها دايون بتاخد كيم وبيروحوا للعنوان اللي معاهم ومش بيلاقوا حد وبيباتوا في العربية لغاية الصبح على امل ان حد ييجي والدايون تتأكد والصبح بتلاقي شيم جيه على باب البيت وبعدها مشي وفضلوا مرأبينه وبيمشوا وراء بس هو كان واخد باله ان في حد بيرأبه واختفى عن نظرهم بس رجع تاني وكسر لهم ازاز العربية بعدها اتصل بجونج علشان يقوله ان بنته موجودة معاه وان هي اللي جت علشان اكتشفت موضوع ممتها اللي تبقى اخت شيم وشيم ما بيقولش الدايون على سبب كتب ابوها عليها وبيرفض انها تشوف امها بس الدايون بتصمت انها تشوف امها وشيم بياخدها للمستشفى وبيوريها امها والمرض مخليها نيمة على طول وبعدها دايون بتسمع شيم التسجيل بتاع الخاطف اللي كان في الفيلم بس مش بيكمله علشان جونج بيوصل ودايون بتسيبه وبتمشي ترجع مع زميلها كيم جين علشان ترجع بيتها وجونج بيوصل للبيت وبيقف على باب قود الدايونج وبيقول لها كان فاكر انه احسن لها ما تعرفش فالدايون بتفتح الباب وبتقوله انها عرفة وبعدها بتروح تسمعه مكالمة الخاطف اللي كانت في الفيلم وبيتصدم وبيعيط لما بيعرف ان بنته شكة انه يبقى مجرم وبيبقى فاضل اربع ايام على قضية الطفل وتسقط بالتقادم فبيجي المحقق وبيسأل الشرطيين مين اللي كان بيدور على جونج وصاحب كيم جين بيقوله انا علشان صاحبي كان عاوز يعرف عنه شوية معلومات والشرطة بتشك في جونج بعدها دايون بتبقى قاعدة في البيت وبتشوف ابو الطفل المخطوف وهو بيتكلم عن القضية وعن المكان اللي تقتل فيه ابنه وبتعرف دايون انه دكتور وانها لقيت اسمه في ألبوم الولادة بتاعتها دايون بتروح للدكتور علشان تسأله عن ابوها والدكتور بيعرفه وبيقول لها ان مراته اجهاضت هنا علشان كان عندها تسمم حمل بس انتي ما تولدتيش هنا وبتكذب عليه دايون وبتقوله انها مراسلة من قناة اخبارية وجاية تحقق معاه في قضية ابنه وبتسأله لو عنده دليل عن الخاطف غير صوته في المكلمة والدكتور بيقول لها انه كان بعط له ورقة فيها عنوان بس الخط كان للطفل صغير وبيديها الورقة علشان تحطها في التحقيق وبتخرج من عنده دايون وبتشوف الورقة وبتلاقي ان ده خطها وان هي اللي كتبت الكلام ده وهي طفلة على اساس انه درس املاء كان بيدربها عليه جونج وبعدها دايون بتروح البيت واول ما بتدخل بتقصر البرواز اللي فيه ورقة مكتوبة بخط ايدها وهي طفلة وبتقول لابها جونج ان ده خطي وانت اشرقتني معاك في الجريمة جونج مصمم برضه انه ينكر وبيأكد لبنته انه معملش حاجة وفي نفس الوقت الشرطة بتيجي علشان تقبض على جونج كمشتبه فيه والدكتور ابو الولد المخطوف بيروح لإسم الشرطة وما بيلاقيش حد ولما بيسأل عليهم بيقولوله انهم راحوا يقبضوا على جونج المشتبه فيه وبيروح طبعا الدكتور لبيت جونج وبيزق الشرطة وبيسأل جونج يعرف ابنه ولا لأ وبيفضل يسأله عشان يجاوب واول ما جونج بيتكلم الدكتور بيهجم عليه وبيفضل يضربه لغاية ما بيفقد الوعي والشرطة بتنقل جونج المستشفى وبيبقى في غيبوبة لمدة كم يوم وبتروح دايونج لأبوها علشان تشوفه وبتدعي ربنا انه يفضل في الغيبوبة لغاية ما الثلاث ايام يعده علشان القضية تسقط وبعدها الشرطة بتاخد دايونة علشان تستجوبها وبتصدم علشان بتلاقي كم جين كان بيسكن لها كلامها معاه بس بزكاء بتعرف تثبت عكس كلامها وفي التحقيق بيجي خبر للمحقق ان جونج فاء من الغيبوبة وبيروحوله بسرعة علشان بيبقاش فيه وقته بيبدأوا يحللوا في صوته وبعد يوم في انتظار تحليل الصوت المحقق بيقول لدايون و جونج انهم يقدروا يروحوا دلوقتي علشان صوت جونج ما طلعش هو صوت الخاطف دايون بتاخد ابوها وبتروح للمكان اللي قتل فيه الخاطف وفي الطريق بتقوله انها فاكرة الورق اللي هي كتبتها وهي طفلة وهنا بيعزرف لها جونج انه فعلا هو اللي عمل كل ده وبيبدأ في الدحك علشان الوقت عدى والقضية سكتت خلاص والدايون بتتصدم من ابوها جدا وبترفض انها تعيش معا تاني او تركب معا وبيجي فجأة دكتور ابو الطفل المخطوف وبيغبط الشاحنة بتاع جونج وهو جواها وبيموته والدايون بتقع على الارض وبتفقد الوعي وبتتنقل للمستشفى وبتبقى في غايبوبة وتاني يوم الصبح ام دايون بتحضر في المستشفى وبتعترف لشم اخوها انها عملت جريمة انها دارت على جونج واختطافه الطفلة ورباها كأنها بنته وضع تاني خالص ان دايونج اصلا مش بنت جونج وهي كمان كانت مخطوفة وبيروح شم يكفر عن زنب اخته وبيبلغ الشرطة ان الطفلة اللي اسمها سون مي اللي كانت مخطوفة من 26 سنة لسه موجودة وبعدها بيبدلوا اسمها في المستشفى من دايون لسون مي وبيجي اهلها الاصليين وبيستنوها تفوق من الغايبوبة وبكده يكون الفيلم خلص ما تنسوش تزوروا صفحة فيسبوك لفيديوهات اكتر لو عجبك الفيديو دوس لايك واشترك في القناة